وسعدني أن يكون معايا المطرب والفنان الجميل دياب وطبعا زوجته الجميلة هاجر الإبياري بقول لكم نوارين الريت كاربت وأجمل قابل النهار ربنا يحفظك يا ربك الترخير مرسي ربنا خاليك ده نور روك الجايزة النهار الله يبارك فيك ربنا يحفظك قريبة عن الجايزة ومش أول مرة طبعا تاخد جايزة من الديرجز آه إن شاء الله هي مش أول مرة وبأمر لما تبقاش آخر مرة ومبسوط النهاردة أن أنا بتكرم عن أول تجربة إليها في دراما المنصات عن مسلسل المتهمة والحمد لله رب العالمين عن نعمة النجاح يعني الحمد لله أجر مش أول مرة تكوني معايا برضو في جوايز آه دي حقيقة الحمد لله الحريصة أنك تكوني معايا آه 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 طبعا يعني الفيديوهات الجميلة اللي عاملينها على السوشيال ميديا مكسرت ربنا يخليك مرسي جدا صراحة صاحب فكرة الفيديو لا هي ومفيش فكرة ولا حاجة هي بتيجي كده يعني إحنا بفتح التليفون منك آه 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 الموضوع بيبقى عفوي شفتي المتهمة آه طب شفتوا أنا صورتوا موجودة معايا وعنا بنصور كانت موجودة معايا ما هي بقى رأيك مسلسل خطير ودراما حلوة قوي ومعمولة كويس جدا وشخصية حلوة وجديدة عليه جدا شخصية زابط عائل ومتزن وشاطر جدا في شغله والزكي فدي من حاجات كتيرة عنده مميزات حلوة كتير قوي يا بنت بتحاول تعوض المفتقد وفي الغنى في التمثيل يعني دايما بنشوفك في الأغاني الأغاني اللايت الخفيفة اللي فيها إفهات التمثيل موضوعات جادة ويعني شخصيات جمدة قوي لا خالص أنا الحاجة اللي قدامي كويسة بعملها وخلاص كان قدامي وغنية حبيبة بعملها قدامي دور حلو بعملها وخلاص يعني ما بحسبهاش يعني إيه نفسك في التمثيل أكتر بصراحة يا بلاقي نفسي في أي حاجة فيها فن أنا بحب الفن بشكل عام بس أنت مبدع بطبع ربنا أحفظك ربنا متشكر جدا أربع سنين جواز تقولوا إيه بعد أربع سنين نقول ربنا الصورة علينا يا رب وكفينا شر العين ويكملها بالستر أقول ربنا يا رب يكرمنا ونبدل مع بعض طول العمر